الآن بالنسبة لي الانيسيليزيشن والتي تتمثل في وضع قيم داخل المصفوف إذن رأينا أن هذا السطر يقوم بتعريف مصفوف T يحتوي على أربع خانات لو أردنا نضع قيمة داخل الخانة الأولى الخانة رقم سفر نكتب T بين قوسين سفر يساوي اثنين إذن الكمبيوتر يروح للخانة رقم سفر ويضع القيمة اثنين T1 يساوي 5 الكمبيوتر يروح للخانة رقم 1 ويضع داخلها 5 T2 يساوي 1 الكمبيوتر يروح للخانة رقم 2 ويضع داخلها القيمة 1 ثم T3 يساوي 8 الكمبيوتر يروح للخانة رقم 3 ويضع فيها القيمة 8 بإمكاننا عوضاً أن نكتب كل هذا الكود أن نختصرف بهذه الطريقة في C++ يمكن أن نختصر الكودة اللي في الأعلى بهذه الطريقة IN T4 هذا الجزء يعرف مصفوف T يحتوي على أربع خانات يساوي القيمة التي نريد أن نضحها داخل المصفوف الخانة الأولى سنضع 2 ثم سنضع 5 ثم في الخانة اللي بعدها 1 والخانة الأخيرة 8 وبإمكاننا أيضاً أن نكتب IN T بين قوسين ولا شيء ما حددنا حجم المصفوف الكمبيوتر سيعرف حجم المصفوف حسب عدد القيمة التي نضحها داخل المصفوف هنا عندي مثال لإستعمال المصفوف هذا الكود الأول يقوم بتعريف مصفوف T1 يحتوي على هذه القيم 3, 6, 9 إذن الكمبيوتر سيعرف مصفوف T1 يحتوي على 3 خانات سيضع في الخانة الأولى 3 الخانة الثانية 6 والخانة الأخيرة 9 طبعاً أذكر أن الخانة الأولى رقمها 0 ثم 1 ثم 2 هنا عندي for loop سأقوم بتباعة محتوى المصفوف باستعمال for loop في البداية i يساوي 0 إذن هذا سيكون الـ index أو رقم الخانة i سيمثل رقم الخانة في البداية i يساوي 0 طالما i أصغر من 3 i++ والكمبيوتر سينفذ طباعة T1i في البداية i يساوي 0 إذن 0 أصغر من 3 الكمبيوتر سيطبع T1 0 كم هي قيمة T1 0؟ 3 الكمبيوتر سيطبع 3 ثم نروح للـ i++ صار الـ i يساوي 1 1 أصغر من 3 إذن سينفذ الكمبيوتر T1 1 هنا الـ i صار يساوي 1 إذن الكمبيوتر سيطبع محتوى T1 1 يعني محتوى هذه الخانة اللي هي 6 نروح للـ i++ صار الـ i يساوي 2 الثلاثة هل الثلاثة أصغر من 3؟ لا صار هذا الشرط خاطئ يتوقف الكمبيوتر من تنفيذ الفورلوب المثال الثاني الآن int size يساوي 3 int size يساوي 3 int i int T2 هذا مصفوف ثاني حجمه size 4i يساوي 0 i أصغر من size i++ إذن سنملأ محتوى المصفوف الثاني T2 i يساوي 3 plus i الفور الثاني ستقوم بتباعة محتوى المصفوف إذن هذا السطر يقوم بتعريف مصفوف T2 يحتوي على ثلاثة خانات الخانة الأورة الرقمها 0 الخانة الثانية الرقمها 1 والخانة الأخيرة الرقمها 2 i يساوي 0 إذن الـ i أصغر من size لذلك نقوم بوضع قيمة T2 0 إذن محتوى الخانة الأولى تساوي 3 plus i i يساوي 0 إذن هنا سنضع 3 i++ صار الـ i يساوي 1 ما زال أصغر من 3 لذلك نكتب T2 1 يساوي 3 plus 1 يساوي 4 i++ الـ i صار يساوي 2 2 أصغر من ثلاثة لذلك نقوم بـ T2 2 يساوي 3 plus 2 يساوي 5 i++ i صار يساوي 3 صار ليس أصغر من size يتوقف الكمبيوتر من تنفيذ الفور الأولى ويروح للفور الثانية الفور الثانية نفس الشيء عندي i في البداية يساوي 0 هو أصغر من size لذلك نقوم بتنفيذ طباعة محتوى T2 0 نطبع الثلاثة i++ i صار يساوي 1 أصغر من size ننفذ تباعة T2 1 نطبع محتوى T2 1 i++ ما زال i أصغر من size إذن i++ صار i يساوي 2 أصغر من ثلاثة ونطبع محتوى الخانة الثانية i++ صار يساوي 3 صار هذا الشرط خاطئ ينهي الكمبيوتر تنفيذ الفور الثانية وينهي البرنامج